يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن من الطلاب الوافدين ونحبكم في الله ونسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية سؤاله ما نصيحتكم لبعض الإخوة الوافدين الذين لا يحرصون على حضور دروس العلماء بل يقتصرون على الدروس في الجامعة حيث إننا في بلادنا فدع كثيرة وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فما نصيحتكم هم إذا أقبلوا على دروسهم في الجامعة وأتقنوها هذا خير كثير ولكن كونهم يضيفون إليه حضور دروس المشايخ هذا زيادة خير والناس تختلف ظروفهم واستعداء ربما يكون ما عندهم استطاعة لحضور دروس المشايخ بل يتفرؤون لدروس النظامية الناس يختلفون به هذا نعم لكن إذا أمكن الجامع بين المصلحتين فلا شك أن هذا خير نعم وإلا فالأصل إخان دروس الجامعة ولبطها هذا هو الأصل نعم